وطبعاً تصريحات مجلس السيادة وحديثنا المتكرر عن الحكومة، تكويض الحكومة، الزهاب إلى تشكيل حكومة جديدة، الزهاب إلى تعديلات دستورية، التشكيك في جهاز الحكومي من قيادة الدولة، نفسه يعني نفس قيادة الدولة يشكك في وجود عناصر مخربة داخل الجهاز التنفيذي في الدولة، كل هذه التصريحات يجب أن نجاوب عليها إجابة واحدة يعني أين هي رؤية قيادة الدولة، مجلس السيادة وقيادة الدولة في ما يجري في السودان؟ يعني الآن الناس يتحدث عن رؤية القوى السياسية التي تظاهر التمرد، ونشوف الرؤية السياسية للقوى الأخرى التي اجتمعت داخلياً ثم اجتمعت في الغاهرة، نرى رؤية سياسية لعدد من الأحزاب، لكن الغائب الوحيد والمهم جداً في هذه الساحة هو قياب رؤية قيادة الدولة وهذه القيادة لم تبرز للشعب السوداني حتى الآن رؤيتها، إنما عبارة عن تصريحات يأخذ منها مؤشرات، والأيام والشهور التي مضت وهذا العام الذي انقضى وزيادة من بداية الحرب، يؤكد أن هذه الرؤية غير موجودة، غير موجودة البتة، يعني حتى الآن ليس هناك رؤية تم سياغتها وكتابتها، والزهاب إلى تفاصيلها في الجانب الدستوري والغانوني، في الجانب التنفيذي، في جانب الرؤية لتشغيل كل طاغات الدولة الدولة السودانية لصالح هذه المعركة، هذه الجوانب التلاثة المهمة جداً لأي رؤية يمكن أن تصدر من رأسة الدولة، هذه الشواهد الآن غايبة تماماً، فبالتالي السؤال يظل ملح جداً، أين هي رؤية قيادة الدولة لإدارة السودان؟ أثناء الحرب، يخلي بعد الحرب، يحماد أن اليوم الثاني للحرب الحرب، يدين الناس من ينتصروا بيعرفوا يعملوا شنون، لكن الآن في أثناء أين هي رؤية القيادة الآن؟ التصريحات التي تخرج من قيادة مجلس سيادة في كل مستويات، ناير الرئيس، الرئيس، العضاء، الآخرين أهدرت الثقة، أهدرت ثقة الشعب السوداني في القيادة، أنا أقول أن هذه التصريحات أخذت بعدها المعنوي، واستنفذت مصداقيتها بعامل الزمن، بتآكل هذه التصريحات، ولذلك التصريح المسؤول الحكومي، اللي بيستثمر في الضخم الشعبي لمدلولات المصطلحات التي يتكلم بها، وللكلام الذي يؤخذ ويعبى به في الميدان، يعني بيفتكر أنه هو كده قام بيدوره تجاه الشعبي أنه قال له مصطلح بيقى هو تريند عند الناس، ولقال له كلمة بيقى هي أهزوجة الناس في الميدان، بيفتكر أنه دي كافية لمخاطبة هذه الأزمة السودانية، أنا بقول هذا يتآكل به الثقة في هذه القيادة، وهذا واضح جدا جدا الآن لو عملوا استفتاء للشعب السوداني، ثغة في القوات المسلحة بنسبة 100%، ثغة في غيادة الدولة في أدنى مستوياتها، ولن يثق في غيادة هذه الدولة، إلا أشخاص يعني يكونوا مبارين زي يقولون مظاهر الأشياء وليس عمقها، لأنه عمق القضايا دي يجب أن ينظر إليها بتصرفات القيادة، تصرفات القيادة الآن قاصرة جدا جدا عن اللحاق بإشكالات السودان القائمة أسناء الحرب، قاصرة جدا عن ملاحقة المخططة الذي يعني يستهدف السودان داخليا وخارجيا، وبالتالي يعني أنا أفتكلم أن تصريحات القيادة هي أكلت من رصيد الكثير يعني، الآن اللي بلاحظ الوسائد على التواصل الاجتماعي، بلاحظ التفاعل الإعلامي، بلاحظ راية الناس يعني بمختلف قطاعات الشعب السوداني، الآن هذه القيادة استنزفت رصيدها من التصريحات تماما لأنه الفعل غاب، وهذا الفعل غاب بدون مبرر، يعني إحنا ممكن نجد مبرر للقوات المسلحة أن تعاني في هذه المعركة كل هذه المعاناة، لأن المخطط والإمداد ماذا ليشتغل على هذا المشروع، نبرر للقوات المسلحة أن لديها في الميدان تحديات حقيقية تتعامل وفقا لهذه التحديات يمنعها حتى من حماية المواطنين في دورهم ومساكنهم، هذا كله ممكن نجد له طبرير، لكن ما لا نجد له طبرير أن تتقاعس الحكومة أن تتخذ قرارات خاصة باتخاذ حكومة تنفع هذه الحالة من الحرب، أن تتقاعس أن تستخدم قوة الشعب الذي تبرع بالخروج ليساند القوات المسلحة، لماذا لا تتخذ الغرارات التي يتحدث الناس عنها في الفضاء المفتوح أن الناس يريدون أن يقدموا دعمها لقوات المسلحة، لماذا تتأخر القيادة السياسية والقيادة العسكرية العليا عن اتخاذ هذه الجراءات وتستثمر في تصريحات قصيرة الأمد، هذا استثمار صراحة مشكلته الأساسية مش أنه يؤذي هؤلاء الأشخاص ومستقبلهم، لا مشكلته الأساسية أن السوداني يدفع ثمن له الآن، الشعب السوداني الآن يدفع ثمن غالي جداً لأن هؤلاء الغادة يستثمروا في هذه التصريحات ويفتكروا أنهم عملوا شيء يعني، والحق يعملوه ما قاموا به كثير جداً، الشعب السوداني يعاني الآن في المدارس، شعب السوداني الآن يعاني في الملاجئ، شعب السوداني يعاني الآن في مناطق النزوح، شعب السوداني الآن يتعرض لأكبر إيهانة لكرامته، بواسط هذه الماليشيا التي لا زالت هذه اللحظة التي نحن نتحدث فيها، لا زال حرائر السودان مقبوطين ومحبوسين عند الماليشيا، وتفعل فيهم ولا فاعل؟ أين هذه الدولة من أن تقوم بواجبها يعني؟ إن لم تفعل هذا الواجب طوال هذا العام، والناس ينتظروا وتتأخر، يعني إلى متى سينتظروا الناس؟ أنا أفتكر الاستثمار في التصريحات بتاعة المسؤولين دي خطأ كبير جداً، يجب أن يعرف أنه لكل شيء حده، وإذا خرج الأمر من سيطرة الناس وسيقتهم في القيادة، هذا الانهيار خطر فيه على السودان كله، الخطر بتاع انهيار الصيغة في القيادة، خطره على السودان كله، لأنه أنت لا تعرف بعد ذلك كيف تصرف هذه الجماهير يعني؟